وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان فقد رفع أذان العشاء هنا في ساحة المسجد البحري بقرية ميت غراب مركز السنبلوين بمحافظة دقهلية حيث نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية بمناسبة هذه الأيام المباركة أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحق تلك الأيام التي خصها الحق تبارك وتعالى بمزية وفضل كبير أيها الإخوة المؤمنون وما أطيب أن نتقرب إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال والمدائح النبوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرفع وكفى الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى ونبتهل إليه مع هذه الابتهالات وفضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين قبل ما بنبدأ إن شاء الله نقرأ الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد عطية حسب لأن سيدنا الشيخ محمد عطية حسب كان أستاذنا وقرأت عام من 85 كان راجل أهل قرآن وكان راجل صالح الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد عطية حسب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه يا رب أنتوا بصلوش على النبي ليه أنتوا يعني نقول نعرف إن ميت غراب سميعة لكن مش عارف يعني أنتوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله مسمن على فلك العلا يتردد صلوا عليه مسمن على فلك العلا يتردد مسمن على فلك العلا يتردد إن قيل من هذا يقال محمد بنيت مآذنه بنيت مآذنه بنيت مآذنه على هام الربا بنيت مآذنه على هام الربا وبذكره يشد الزمان ويعشده بنيت مآذنه بنيت مآذنه كلام غالي ونص جديد وكلام جميل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنيت مآذنه تفنى الليالي واسم طاقة متألك رغما على أنف الفناء مغلاد وترى الشرائع والعقائد كلها وشرع محمد يتجداد تفنى الليالي واسم طاقة متألك رغما على أنف الفناء مغلاد يخلد وترى الشرائع والعقائد قل لك تبلى تبلى وشرع محمد يتجداد بالله بالله يا أتباع دين المصطفى هذا الهدى فتمسكوا وتقيدوا وعليك صلوا وعليك صلوا وعليك صلوا وعليك صلوا وعليك صلوا وعليك صلوا الله وعليك صلوا سيد عالي حب النابي حب النابي سر الاصول صلي 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 سر الاصول الى الجناب العالي حب النابي حب النابي محمد والآل إن في الجنة نغرا من لبن لعلي وحسين وحسن رضي الله عنه وارضاه إن في الجنة نغرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فارضون عندنا حب آل البيت فارضون عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نغرا من لبن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صلي أزلم وبارك عليه اللهم صلي بهذه الابتهالات والمداح النبوية نصل مع حضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي أقامتها جمعية التكافر الاجتماعية بقرية ميد غراب تحت رعاية السيدة الأستاذ أحمد مصطفى عبد الرحمن الدقلة نسأل الله تبارك